أستاذ حميد فضلا عن التدخلات الأمنية والسياسية ورعاية الإرهاب في العراق من قبل أغلب دول الجوار يعني أن هناك من يرى أن إيران وتركيا وسوريا تمارس اليوم حرب مياه على العراق أسألك هل تعتقد أن الحكومة العراقية تدرك حجم التحدي الذي تعنيها أزمة المياه وقضية الجفاف وهل تحركت الحكومة وفق هذا التحدي لإفهام دول الجوار بخطورة ما تقوم به لا لم تتحرك كل ما يحدث أنه يقوم مثلا نائب ريس الجمهورية طارق الهاشمي بزيارة إلى تركيا لاستعطافها من أجل تمنح مكرمة بضعة أمتار خمسمائة متر مكعبة وكذا أنا لست دقيقا بهذه الأرقام وسرعان ما تعود الأزمة هناك اتفاقيات واضحة كناك قوانين تتعلق بدول المصب والممر والمنبع هذا ما يتعلق بنهر الفرات أما بالنسبة لنهر دجلة يعد نهرا عراقيا لأنه يحسب النهر بحسب طول المسافة التي يقطعها داخل هذا البلد مسافة الكبرى دجلة والفرات هي مسافة الكبرى في العراق يعني باستثناء مسافة قليلة يمضي فيها النهر في تركيا من نسبة نهر دجلة أساساً هو نهر عراقي وهناك قوانين وآليات وهناك أمم المتحدة وهناك إجراءات كثيرة لكن من الذي تفعل الحكومة؟ بالنسبة للجانب الإيراني فلا حديث عن هذا الموضوع كأن الموضوع لا يجوز الخوف فيه لأنه من المحرمات أو تابو أو شيء مقدس لا أعرف هل تبقى قضية تتعلق بالترجي ومحاولة التوسط أن يمنحونا قدراً من المياه؟ هذه قضية حضارة العراق لم تقم إلا على أساس هذين النهرين يعني لو لا تنظيم الري في العراق لما قامت هذه الحضارة العظيمة والآن أنظمة الري مخربة الأمن مخرب هناك فوضى في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والاقتصاد هناك فوضى أيضاً هناك اندحار أو خراب واسع في القضية الزراعية وفي الأراضي الزراعية تراجع كبير وتأتي مشكلة الجفاف لتزيد الأمر وتزيد الطين بلة يعني لا يكفي أن نتحدث عن المخدرات التي تهرب وتسرب إلى العراق لا يكفي أن نتحدث عن الأسلحة التي قال مسؤولون أمنيون أنها من إيران أو من هذه الجارة ولا تكفي الأفلام والصور التي تبين معسكرات التدريب سواء في سوريا أو في إيران ولا يكفي هذا التدمير كله لتأتي إيران وتركيا وتقطعان المياه عن العراقيين يعني تحويل مثلاً مجرى كارون وقطع نهر الويند وعدم وصول المياه إلى مدن ديالة هذا من الجانب الإيراني تركيا التي تقويم السدود وتمنع وتعجز المياه عن العراق بحيث أن ما يصله لا يكفي لم يعد لا يكفي للزراعة بل أن حتى هذا السد الحديث لم يعد يكفي لمساعدة الوضع المتاركي في التاج الكهرباء نعم نعم حقيقة توليد الكهرباء انتهى وقت هذه الفقرة اسمح لي بأن نختم هذه الفقرة بمقال كتبه المحلل الاستراتيجي الامريكي ديفيد إغناشيوس ويتناول جانباً سياسياً وأمنياً متعلقاً بالتدخل الإيراني في العراق وهو مقال كانت فقراته البارزة قد عرضت ضمن برنامج الطبع الأخيرة الأسبوع الماضي استقال هذا الشهر محمد الشهواني من رئاسة المخابرات الوطنية العراقية التي قادها منذ عام 2004 بسبب ما اعتبره هو محاولات المالكي لتقويض الجهاز والسماح لجواسيس إيران بالعمل فيه بحرية إن الأوضاع الفوضوية في العراق التي دفعت الشهواني للاستقالة تمثلت بسلسلة أحداث جرت مؤخراً يوحي كل واحد من هذه الأحداث أنه بدون الدعم الأمريكي ستكون السلطات العراقية عرضة على نحو خطير للضغط خاصة من جانب إيران أحد هذه الأحداث هو السطو الجريء على مصرف حكومي في بغداد بعد قتل ثمانية من حرأسه ظهر فيما بعد أن منفذي العملية الذين سرقوا ما يقاربوا من خمسة ملايين دولار يعملون في أحد الأحزاب المتنفذة في الاتلاف الشيعي الحاكم استطاعت الأجهزة الأمنية استرجاع بعض المال المسروق لكن يعتقد أن المتبقي هرب إلى إيران مع بعض أعضاء المجموعة التي نفذت أعمالية السطو أثار هذا الحادث قلق الشهواني أما مصدر القلق الثاني للشهواني فكانت تهديدات التي تلقاها أعضاء في جهازه البالغ عديده نحو ستة ألف شخص لقد أصدرت حكومة المالكي أوامر بإلقاء القبض على مئة وثمانين منتسباً في الجهاز على خلفية جرائمة يقول معسكر الشهواني أنها في الحقيقة محاولات للانتقام السياسي بسبب قيامهم بواجبهم منذ تأسيس جهاز المخابرات الوطنية في ألفين وأربعة اغتيل مئتان وتسعون من منتسبيه الكثير منهم على أيدي عملاء المخابرات الإيرانية عند سؤال المصدر الاستخباري العراقي رفيع المستوى عن شكل البلد بعد خمس سنوات من الآن في حال عدم تدخل الولايات المتحدة أجاب سيكون العراق مستعمرةً إيرانية ترجمة نانسي قنقر